أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله الحمد لله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله الحمد لله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله الحمد لله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له خلق ورزق وعلم وألهم وهدى للتي هي أقوى وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقرة أعيننا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم نشهد بأنه أدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة ومحى الظلمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك وليضل عنها إلا ظالم أما بعد أيها الأحباب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومع اتصالات إخواننا وأخواتنا المشاهدين والمشاهدات مرحبا السلام عليكم شيخ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الله يبارك كيف حالكم شيخ لباس الحمد لله وأنتم بخير لباس الله الحمد لله اللهم لك الحمد نعم تفضل شيخ عندي واحد سؤال في بي خصنا يا ست صغلتا كنت دير واحد الوشم نعم وعلى كل حالة تبت إلى الله وراني نصلي ولكن هذا الوشم كل من توضع نشوفها كذا نشوف كذا ندير نحيه ما نحيه صلاة الجوز به ما الجوز به هذا الأمر ما حيرني يا شيخ لا 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 ما تحييرس إن شاء الله ما تحييرس إن شاء الله وستسمع الإجابة إن شاء الله يعني تسأل عن حكم هذا الوشم هل يجب إزالته أو لا هو ليؤثر في الوضوء إن شاء الله هذا هو شيخ إن شاء الله إن شاء الله شكرا شكرا أعانكم الله أعانكم الله في الحقيقة نشكر السائل على هذا الصراحة وهذا هو الشعب الجزائري شعب الجزائري صريح يعني والحمد لله يقول في صغره وشم طعم في الطيشة الشباب الإنسان والحمد لله التاب إلى الله سبحانه وتعالى ربما الإنسان يجي يصلي ولا يشوف ذاك الوشم هذا كي يتأثر يعني يقول هل نح لزم من نحيه ولا كما تعرفوا أن الوشم محرم في الشريعة وعله ش محرم؟ يقول واحد وعله الوشم محرم هل إسلام يعني جاء ضد وحد زين روحه ضد الجمال؟ لا يقول عليه الصلاة والسلام إن الله جميل يحب الجمال يقول عليه الصلاة والسلام إن الله جميل يحب الجمال والنبي عليه الصلاة والسلام كان يحسن هيئته كان يكرم شعره شعر لحيته وكان يلبد شعر رأسه واضح تزينا هذا للنساء أو للرجال هذا لا حراج فيه ولكن الشريعة نهات عن التزيّن الذي فيه تعذيب للإنسان لماذا؟ لأنه هذا الأمور اللي حرمتها الشريعة الإسلامية الغراء فيها تعذيب الوشم كما تعرفوا الوشم كيف يكون الوشم؟ بالوخز يعني يكون بالإبر واضح يكون بالإبر ويدخلوا مادة سوداء داخل الحم يعني داخل الجلد هذا تحت الجلد فيها تعذيب يعني لذلك الشريعة نهات عنه لما فيه من الإذاء وكذلك لأنه فيه تغيير خلق الله نعم لذلك ورد أحاديث كثيرة في هذا من الناس يسألوا يقولوا هل هناك دليل؟ نعم أدل لك كثيرة منها الحديث الصحيح لرويه الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما من طريق سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لعن الله الواشمات والمستوشمات والنامصات والمتنمصات والفالجات والمتفلجات المتفلجات للحسن المغيرات خلق الله هذا الحديث الصحيح المتفق عليه لرويه الإمام البخاري ومسلم واش يقول فيه النبي عليه الصلاة والسلام و هذا الحديث يرويه الصحابي الجليل أبو هريرة عبد الرحمن بن الصخر الدوسي وهو أكثر الصحابة رواية رضي الله عنه وأرضاه يقول لعن الله الواشمات لعن الله الواشمات لأنه بكري في العرب عندهم الوشم هذا نوع من الزينة نوع من الزينة ويعذبوا المرأة مسكينة بالوخز وكذا النبي عليه الصلاة والسلام قالهم لعن الله ولعن كما يقول العلماء وش هو اللعن؟ اللعن هو الطرد في اللغة العربية واللعن في الإصطلاح هو والعياذ بالله لإخراج من رحمة الله الإخراج من؟ من رحمة الله يقول لعن الله الواشمات والمستوشمات الواشمة هي التي تضع الوشم تسمى واشمة المستوشمة مستفعيلة أي طالبة للفعل هي التي طلب الوشم كان الوشمة هذه التي توشم لدي الفعل المستوشمة لتطلب باشي وشمولها هذه مو مستوشمة ثم قال ولعن الله النامصات النامصات هي التي تزيل شعر حواجبها النامصة المتنمصة هي التي تطلب النمصة والفالجات الفالجات بكري عند العرب وعرسنا عند العرب شبه الجزيرة الحجاز كنسا يحبوا يزينوا الأسنان تحهم يكسروا بين الضروس يعني يوسعوا بين الضروس طريقة فيها نوع من التعذيب يعني طريقة فيها وجع وفيها ألم ثم فالجة يعني لأن العرب بكري كانوا يعتبروا الجمال أن الأسنان كنت تكون متبعدين شوية هذا يعتبره جمال الفالجة والمتفلجة هي الطالبة قال المتفلجاتي للحسني ثم قال المغيرات خلق الله إذن هنا نقوله والخونا نسأل نقوله بالله الوشم هذا رأو حرام محرم في الشريعة الإسلامية الآن نرجع للشطر الثانية على السؤال هل واحد اللي كان مسكين داره وفي صغروف الطي يشتعه ولما رأى ما تعارش مسكينة كانت عايشة عايشة على بره وشملها ولا كده هل وجب عليها تنحيه العلموش يقوله الوشم ليس حائلا يعني الوضوء تعقل صحيح والوضوء تعقل صحيح لأن الوشم يكون تحت الجلد البشراء ما يقيسهاش موش حائل ليس حائلا واضح الصورة الآن هل وجب عليك تنحيه العلماء إذا وش يقوله يقوله ربي أربي عز وجه وش قال فاتقوا الله ما استطعتم إذا كين وسيلة طبية صحية ليس فيها مخاطرة ولا خطر ولا ألم ولا وجع ولا إنفاق ولا مال كثير لا حرج قال مثلا كين مادة ينحولك هذيك الأمر ولا بعض الأشعة يديرها بعض الأطباء كذا ينحيلك هذلك لا حرج ديرها ولا حرج لكن لا استطاعتك ما ديرش في بالك بالي هذا أمر لازم لازم تديره لا هذا لا يؤثر في وضوئك ولا ولا في صلاتك والصلاة إن شاء الله صحيحة إذا قدرت ديرها ما قدرت لأحرج إن شاء الله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها وربنا يقول فاتقوا الله ما استطعتم السؤال الثاني هنا بيلان من قسنطينة يقول شيخنا الفاضل صليت الفجرة ثم نويت الصيام يعني يقول صليت الفجر مورد أمر الفجر نويت نصوم قولنا النافي لا نصوم النافي لا هذه صيام الاثنين فقيل لي لابد من تبييت النية هل أعيد اليوم أو لا أجيبونا بارك الله فيكم قولنا بيلان من قسنطينة يقول صليت صلاة الفجر ثم نويت نويت أن نصوم اليوم الاثنين هل يصح هذا أو لا نقول لأخونا بيلان مذهب أصحابنا المالكية ومذهب السادة الحنفية ومذهب الجمهور أن النفلة كالفرض أن النفلة كالفرض لابد فيه من تبييت النية وتبييت النية أي أن النية لابد أن تكون قبل الفجر ما يعني تبييت النية يعدينها في الليل الليل قبل الفجر الليل إذن أنت مثلا يأذن على ستة وعشرة ستة وخمسة ليل ستة وعشرة أذن أو دخل النهار واضح الصلاة إذن للأحاديث كثيرة بجملة من الأحاديث منها ما رواه الإمام أحمد في مسنده وهذا الحاديث رويه كذلك الإمام أبو داود في سننه والترمذي في جامعه والنسائي في سننه وابن ماجه القزوين في سننه أيضا من طريق أم المؤمنين السيدة حفصة رضي الله عنها قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما لم يجمع الصيام واش يقول لنبي عليه الصلاة والسلام يقول من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له واش يقول النبي عليه الصلاة والسلام من لم يجمع صيامة يعني لما يبيت شنية قبل الفجر فلا صيام له وهذا الحديث هو مطلق هذا الحديث هو مطلق في النفل وفي الفرض هكذا يقول العلماء إذن نقول أخونا بلال الصيام اللي صمته والنيتاعك كانت بعد الفجر هذا الصيام لابد من إعادته لماذا؟ لأن النفل بالشروع يصبح واجبا نعم بالشروع يصبح واجبا إذن عليك أن تقضي هذا اليوم والله نسأل ليهدينا سواء السبيل والله نسأل السداد والرشاد والخير للبلاد والعباد والله نسأل ليكشف عننا البلاء والوباء والغلاء وأن يصرف عننا شر الأعداء والله نسأل ليجعل بلدنا آمن وسائل بلاد المسلمين والله نسأل أن لا يدعن فيه فساعتنا هاته مريضا إلا شفاه ولا ميتا إلا رحمه ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضاها سبحانه وتعالى وصل الله وسلم وبارك وتكرم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أبارك الله فيكم أبارك الله في القناة أبارك الله في القناة